اشتركوا في القناة وخلافات كتيرة وحن توصل لانهم يتخلقوا مع بعض او يجرحوا بعض او يكون فيه منقشة صعبة لماذا؟ لو عرفنا اسباب النفسية اللي بتوقعنا فيه الضعف ده ممكن بنعمة ربنا ان نتجنبها وفيه دراسة نفسية تربوية عملت على الموضوع ده احب استعرضها معاكم في حلقاء او في اتنين لان التصدع في الاسرة بيسبب اثار سلبية شديدة جدا على الاطفال وعلى اولادنا وعلى حياتنا احنا مفروض الاسرة اسرة فرحانة لكن لماذا نفقد الفرح احيانا؟ ولعل ده احسن عنوان نحن نفقد الفرح لاسباب كثيرة بتغيب عننا لكن لو فهمنا بعضها ممكن نستطيع بنعمة ربنا نتجنبها اول واهم الاسباب اللي بتفقدنا الفرح في الاسرة الزيتية الانا والكبرياء احد الطرفين او الطرفين مع بعض بتكون سبب كثير جدا في الخلافات العنيفة اللي ممكن تجرح سلام الاسرة كل انسان بطبيعته بيسعى لارضاء نفسه ويشباع احتياجاته ورغباته ويتمسك بذاته وحيانا على حساب الاخرين معتقد بهذا انه بالطريقة دي هو له الحق الكامل فانه يكون هو صاحب الرأي الصائب او هو الوحيد الذي يدرك الامور ادراكا حسن لكن هذه الانانية في التفكير وفي التعامل بتسقط الاسرة دايما في خلافات من الناحيتين اما الزوج او الزوج مهم جدا الانسان عشان يبتعد عن الشجار ونعيش في اسرة فرحانة نتجنب الانانية والذات لا يفكر الانسان في ذاته ربنا يا سواء علمنا كل ما تريدون ان يفعله الناس بكم افعلوا هذا انتم ايضا بهم هكذا وهنا اعظم وصية ممكن ياخدها الانسان لكي يتخلى عن انيته انانيته وذاتيته واحساسه بالانة والرغبة في اشباع ذاته واشباع كبرياءه واشباع اتعاجاته ولا ينظر الى الاخر والمفهوم ده مفهوم روحي عظيم لان ربنا يا سواء لما قال تعلموا مني قال تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب والانسان الوديع ومتواضع القلب هو ابعد ما يكون على الانانية والذاتية الاهتمام بالاخر علامة على نجاح الاسرة من الطرفين ان يهتم كل واحد بما يرضي الاخر لكن الانانية والذاتية بتسقطنا في خلافات وفي تصارع وفي انحصار وينحصر الزوجين عن بعضهم ويشعر كل من في البيت بالتعب والضيق نتيجة اهتمام كل واحد فينا بذاته فقط وعدم اهتمامه بالاخرين او تضحيته من اجل الاخرين او تنازله من اجل الاخرين او تسامح مع الاخرين فلنتجنب الانانية والذاتية سبب اخر من الدراسة النفسية عن اسباب الخلاف وعدم الفرح في الاسرة ان الطرفين او احد الطرفين في الاسرة في الاب والام والزوج والزوجة لم يتعلم المفهوم الصحيح للزواج المسيحي الزواج المسيحي فيه طرق على سبيل المثال بنطرق الاهل فيه التصاق بالطرف الاخر فيه اتحاد في الحياة وفيه اهداف الحياة وفيه الجسديات والروحيات والنفسيات في حياتنا اذا كان طرف من الطرفين لم يدرك معنى أنه عندما تزوج فإنه لابد أن يترك هنا بنسقط في صراع في المشاعر وصراع في الأحاسيس والإحتياجات والأفكار والوسائل والأهداف لابد أن نحفظ وسيط اكتاب مقدس التي تعلمناها عندما خلق الله الإنسان الأول يترك الرجل أباه وأمه والتسق بمراته والمرأة كذلك المهم في الأسرة أن الطرفين ينفصلوا تماماً عن كل الأطراف اللي يرتبطوا ببعضهم البعض تصيير اهتمامات الآخر هي اهتماماتي واهتماماتي هي اهتماماته احتياجاتي هو يشبعها لي واحتياجاته أنا يشبعها له ضعفي هو سيسندني فيه وضعفه أنا أسنده فيه لا يكون بيننا أي انفصال عندما نتناقش أو نريد أن نحقق شيء نحققه معاً بفكرنا مع بعض لا يبحث كل طرف عن ما يرضي الآخرين برا الأسرة أو يرضي الأهل أو يرضي الأصدقاء لابد أن يكون كل واحد فينا يريد أن يترك الكل ليرتخبط بشريك حياته وإلا هذا الفكر بيسبب بعد نفسي بين الطرفين وانفصال نفسي بين الطرفين وممكن يؤدي إلى انفصال الكامل في الأسرة ونيار الأسرة عندما يرتبط كل واحد فينا بالآخر خارج الأسرة تكون الأسرة مهددة بالفشل لأننا لم نتعلم المبدأ الأساسي في الأسرة وهو أن نترك الآخرين لنرتبط ببعضنا البعض وفي حلقة تانية بنعمة ربنا لقاءتانية نكمل أسباب أخرى تخلي الأسرة غير فرحانة ومهددة بالانكسار أمين ترجمة نانسي قنع